السلام عليكم قلتلك اني هبدأ علمك ويتد كاليستينيكس او تمارين وزن الجسم باضافة اوزان خارجية وبالفعل اتكلمنا عن الويتد بولاب او العقلة بوزن واتكلمنا عن الويتد دبس او المتوازي بوزن وما توقعتش ابدا ان البوشب او الضغط بوزن هيكون مطلب جماهيري كده فكرته ابسط لكن عشان خطرك انت يا افلاطوني يا وفي هكلمك النهاردة بالتفصيل عن الويتد بوشب ايه الادوات اللي تقدر تستخدمها الفرم الصحيح للتمرين واشهر الاخطاء وامتى تضيف وزن على تمرينك ومستويات التمرين التدريجية وازاي بقى تستخدم الاساليب المختلفة عشان تتطور في الضغط باوزان انا حمدي جودا دكتور علاج طبيعي وكاليستينيكس كوتش وهنا في افلاطون جيم بتتعلم تمرين وزن الجسم والاوزان الحرة للوصول لافضل نسخة جسدية من نفسك فانزل اتأكد انك عمل لنا سبسكرايب او اشتراك في القناة ويلا بينا نبدأ ايه بقى الادوات اللي تقدر تستخدمها عشان تبدأ تتمرن الضغط باوزان الحقيقة ان عندك في تمرين البوشب او الضغط ميزة عن البولب وعن الدب انك اصلا مش محتاج ادوات ببساطة هتخلي حدي هطتلك الوزن على ظهرك قبل ما تبدأ تقدي التمرين او حتى تعافر انت شوية وتحط الوزن على ظهرك بنفسك وتبدأ تتمرن بيه ودي الطريقة اللي انا معتمدها مع الشباب عندي في المكان لكن الطريقة دي رزكي حبتين فبفضل استخدم اكتر اداة مناسبة للشباب اللي بيتمرنوا معايا اونلاين وهي شنطة الضغط هتجيب زجاجات مية او اكياس تموين او كتب تتقل بيها وزن الشنطة البسها وابدأ قدي تمرينك تاني اداة واللي للأسف مش متوفرة قوي هو جاكت الاوزان بيبقى فيه اثقال بتتحكم في وزنه هتحط الثقل اللي ينسبك وتبدأ تتمرن بيه وبصراحة بفضله جامد لما بتمرن بوشب عالجيمناستي كرانكس او حلقات الجنباز لانه بيضيف وزن الجسمك بدون ما يلبخك بالتوازن زي الشنطة او انك تحط الوزن على طول على ضهرك لكن خلي بالك لان التمرين الضغط باوزان هتتطور فيه بشكل اسرع عن العقلة والمتوازي فطريقة الشنطة وطريقة جاكت الاوزان هيبقى ليها لمت او حدود معينة ولازم هتعدمد على طريقة ان حد يحط لك الوزن على ضهرك لكن لو ده برضو مش option ليك لا تقلق هقولك ازاي تحافظ على مبدأ الprogressive overload او زيادة الحمل التدريجي على طول في التمرين ده خلينا كلمك شوية في تفاصيل الاداء الصحيح للتمرين ومش هتختلف كتير عن الضغط العادي لكن في الاعادة افادة والحقيقة اولها في حط الوزن نفسه عايزك تحط الطرى الحديد في نص ضهرك تحت لحين الكتفة على طول ما تحطهمش على لحين الكتفة بتوعك فطعيق حركتهم او تحطها على اسفل الضهر فتسبب سقوط الحوض وده بنحاول نتجنبه تماما عايزك كمان تتحكم في حركة النزول والطلوع بثبات وتتخيل ان الوزن جزء من جسمك لانك لو قديت التمرين بسرعة فالوزن هيتحرك من على ظهرك وهتحس باختلال في ميكانيكية التمرين طبعا لازم تحافظ على جسمك في خط مستقيم ما تنزلش بكتفك بس وتفضل معلل الضهر او تسقط الضهر والحط بتاعك ينزل قبل صدرك وكتفك دي اشهر الاخطاء اللي هتحصل خاصة مع اضافة وزن للتمرين غير كده لازم تحافظ على القواعد العامة للأداء الصحيح لتمرين الضخم زي يضم كوعة 45 درجة والحفاظ على تفعيل صدرك وكتفك بعيد عن ودانك طول الحركة طيب قبل ما ابدأ اكلمك عن مستويات التمرين بأوزان محتاجة جاوبك على سؤال امتى اصلا هتحتاج تضيف وزن وانت بتتمرن الضخم لما تكون بتعرف تتمرن ضغط عادي وبتعمل منه من 15 ل 20 عدة في 3 ل 4 مجموعات بشكل مريح وبتحكم كامل في المدى الحركي والفورم الصحيح ساعتها انت محتاج فعلا تبدأ تضيف اوزان للتمرين عشان تحافظ على مبدأ البروجريسوف اوبرلوت فيساعدك في بناء كتلة عضلية اكتر واكتر ويزيد من قوتك ونيجي بقى لمستويات التمرين او البروجريشنز وهنا هنتعامل معاها بسيستم مختلف شوية في كل فيديو بتلاقيني بقولك شكل واضح وصريح لكل مستوى لكل تمرين بنتكلم عنه هنا في القناة لكن هنا الموضوع مش كده البروجريشن او التدرج في المستوى بيجي في كذا بعض مختلف واولهم انك بدل ما تلعب بوشب عادي هتزوت 5 كيلو 10 كيلو 15 كيلو 20 كيلو فده زيادة واضحة في الاوزان فيه بقى تدرج في صعوبة شكل التمرين نفسه يعني بدل ما بتلعب بوشب عادي هتبدأ تضيف وزن بجاكة الاوزان او هتحط طرح هديد وتأدي التمرين لحد ما يكون سهل عليك ومن هنا هتلعب ديب ويتد بوشب نفس التمرين اللي قابله ولكن بالبراليتس فبيزود المدى الحركي بتاعك وبيحط ضغط اكبر على الكتف والصدر بعدها هتلعب ديكلاين بوشب وانتحاطة رجلك على مستوى اعلى فالحملة هيكون اكبر واكبر على كتفك والصدرك بعدها هتلعب ديب ديكلاين بوشب رجلك على مستوى اعلى وساند على باراليتس وبتنزل بمدى حركي كامل وبتحكم بعدها بقى ليفل الوحش ويتد ديكلاين رينجز بوشب هتلعب ضغط على الحلقات الخشبية ولكن هنا لازم تتمرم بجاكة الاوزان لان الطارة صعب انها تثبت خلص في الوضع ده وعلى فكرة انا اناوي ابدأ اعمل فيديوهات مخصصة للتمرين بالجيمناستيك رينجز او الحلقات الجنباز تمرين البيزيكس العادية بول افس ديبس بوشب فتأكد انك مفعل جرس التنبيهات عشان مايفوتكش اي فيديو منهم المهم برضو انك كمان تقدر تمشي بنظام البروجريشنز في الجريبس او القبضات يعني بدلا ما تتمرن ويتد بوشب عادي هتتمرن وايد بوشب بقبضة واسعة فتركز وتحط ضغطة اكبر على عضلات الصدر بتاعك او انك تعمل نارو جريب او دايموند بوشب اللي بتقرب فيه ايدك من بعضها فتركز وتحط ضغطة اكبر على الترايسب او تلعب زودو بلانش بوشب اللي بتطلع بمستوى كتفك بيها لقدام وتتحرك وانت محافظ على الشكل ده فتركز على بهدلة عضلات الكتفة اكتر انا ممكن اعد اجيب لك مليون شكل وشكل تقدر تزود بيه صعوبة الويتد بوشب او تمرين الضغط باضافة الاوزان لكن هختصر عليك واقولك انك ممكن تروح تشوف فيديوهين فيديو الفرق بين انواع تمرين الضغط وفيديو مستويات تمرين الضغط هسيب لك روابطهم تحت وعايزك تسرح بخيالك بقى عن كمية المستويات المتنوعة اللي تقدر تتمرنها باوزان اضافية على تمرين الضغط طيب يا سيدي فيه شوية حاجات لازم تعرفها وانت بتتمرن ضغط باضافة اوزان وهي انك ممكن اصلا تحافظ على البروجريسف اوفرلود من تمرين الضغط العادي خالص بدون حنكشة اوزان او فورب بانك تغير ترتيبه اصلا في يومك التدريبي يعني لو بدأت اول تمرين خالص ليك في بوشب في الاول وبعدها بكم شهر بقى سهل بالنسبة لك تماما حطوا اخر تمرين في جدولك بعد الدب او المتوازي والمهارات المتقدمة التانية اللي انت شغال عليها ودي شخصيا باعتمد عليها وبصمم بيها جداول تمرين الشباب خاصة اللي بيتابع معايا اونلاين وما بيكونش متاح له ادوات كتير للتمرين وكمان حابب اقولك ان ساعات بيكون فيه جاب بين مستوات اشكال الكالستانيكس فبنعتمد على اضافة اوزان للتمرين البيزيك زي البوشب عشان تغطي الجاب دي على سبيل المثال ساعات بعض الشباب بيكون صعب جدا عليهم تمارين زي التب او المتوازي ومستويات المتوازي نفسها مش بتحقق معاه افضل نتيجة ورغم كده تلاقيه بيتمرن الضغط كويس جدا وبيعمل فيه تقدم او بروجرس فبروح انا مستغل ده على طول وحتطلف جدوله ويتد بوشب عشان يغطي الجاب بتاع القوة او حتى المدى الحركي فيقدر يتمرن على مستويات اي تمرين اصعب اللي عايز اقوله لك ان التمرين فن بجد لازم تحط لمسة هنا على لمسة من هنا عشان توصل للصورة الابداعية الكاملة للتمرين بتاعك انت كمان تقدر توصل لهدفك بسهولة كل اللي محتاجه تنزل تسجل في الرابط اللي هتلاقيه تحت وتواصل معانا عشان نساعدك ببرنامج تدريبي مخصص ليك والهدفك او روح شوف الفيديوهات دي هتساعدك بشكل اكتر واكتر في رحلتك ولو عندك اي اسألة او افكار لفيديوهات جاية سبهلنا في كومنت تحت واشوفك دايما بصحة افضل بازن الله انا حمدي جودة الله حافظ